احنا كنا بنعيش ان احنا نقول لأولادنا القيم والأخلاق فهم ياخدوها مننا ويسمعوها ويرجعونا تاني لما هم يطبقوا وهم يعرفوش يرجعونا تاني ما تنتظرش ده من جيل زد ما تنتظرش ان انت تتعلمه ويروح يجرب فلما يغلط يرجع لك تاني مش هيعمل كده لكن هو ممكن يعمل ايه؟ يكون فيه مشاركة طب احنا محتاجين عشان يبقى فيه مشاركة بيني وبين أولادي اللي هم من جيل زد نبقى نعمل ايه؟ محتاجين لنشط شريط اسمه شريط البالغ احنا عندنا ست شرات زي ما احنا عارفين قلنا كده قبل كده شريطين للولدية الولدية الرعية والولدية الانتقادية وبعدين عندنا شريط البالغ وبعدين عندنا شريط الطفولة الطبيعية والطفولة المزعينة والطفولة المتمردة احنا عايزين نشغل شريط البالغ معهم كتير اول ازاي بقى نشغل شريط البالغ؟ افضل طريقة لتشغيل شريط البالغ مع اولادنا واحنا بنربيه نستخدم الاسئلة الحقيقية مش الأسئلة الاستنكارية ولا الإيحائية يعني إيه أستخدم معاه الأسئلة الإيحائية الأسئلة الإيحائية أقوله طبعاً أنت بتحب الصلاة لما يكون ما بيصليش ويعني عند مراهق ما بيصليش فأقوله طبعاً أنت بتحب الصلاة ده سؤال إيحاء من السؤال الحقيقي أو أقوله أنت أكيد أنت ينفع أن أنت ما تصليش برضو ده من السؤال الحقيقي ده سؤال استنكاري لكن السؤال الحقيقي هو إيه؟ ببساطة خالص يسأله سؤال واضح ايه اللي بيخليك ما تصليش ويسمعه اه يبقى اول حاجة بتاخذ من الاسئلة تاني حاجة ان احنا نسمع اولادنا هو ييجي يقول لي هيقوله ايه يعني لا بيقوله كتير ده بيقوله كتير وبيفاجؤون بالاوالة كمان وعشان كده لازم نسمعه ونسمع منه ونستمر في الاسئلة لما بنستمر في الاسئلة بننشط شريط البالغ مش شريط التمرض عند الطفل ده يبقى اول حاجة زي ما قلنا لازم ندرك التغيرات اللي موجودة في فترة دي اول قاعدة اول قاعدة في التعامل مع جيل زيد لازم ندرك التغيرات اللي موجودة في فترة المراهقة ولازم نمتنع عن استخدام الولدية بكافة اشكالها تاني حاجة لازم ونستخدم ولدية وننشط شريط البالغة تاني حاجة بقى عايزين نختار المداخل اللي ممكن تدخل على قلوبهم وتدخل على فكرهم واحنا بنعلمهم من القيم والعبادات مثلا لما اجي اقول له مثلا عشان تعلم ابنك ابنك الصلاة ما تقولوش لو ما صلتش انت كده ربنا سبحانه وتعالى مش هيرضى عنك وعلى ربنا يكرهك وعلى فكرة انت هتكون من الاخسرين اعماله وانت هتكون بكده بتفتح باب النار على نفسك يبقى ربنا انت لو ما صلتش ربنا مش هوافقك هيقولي ايه ده ربنا لو اقفلي على الواحدة ده اللي انا لما ما صليش على طول يعمل كده معايا لكن المدخل الصحيح اللي انا ممكن استخدمه معاه ان اكلمه عن جمال ربنا اكلمه عن حب ربنا اكلمه على ان الصلاة ربنا جعلها عشان تبقى لقاء بينه وبين ربنا فيحكي له ويكون في جمال ربنا مع ربنا في حضرة جماله وكمان اكلمه عن جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وازاي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبه وازاي حضرة النبي كان بيفتح الباب لكل واحد ممكن يعود الى ربنا وان ربنا مش ممكن يترده ابدا من سحته وأن ربنا مش ممكن يخلي فيه جفاء ولا بعوحدة عنه أبدا فيجي لحظة الشخص دوت يخجب من الله سبحانه وتعالى ويعود إلى الله تالت حاجة مهمة جدا وإحنا نتعامل مع جيل زد يبقى هو يبقى هو القاعدة بلاش الولدين الانتقادية القاعدة التانية كلموا أولادكم عن حب ربنا حب ربنا ليهم وكلموا أولادكم على أن ربنا طول الوقت بيدعمهم طول الوقت لا يتربص بهم أو أتخليهم يحسوا أنهم يا ربنا سعادة لا يتربص بهم وعشان كده أنتوا عارفين الأولاد ليه الأفكار اللي انت حاليا نزلت تحت ليه لأن فيه واحد إيه اللي حاصل قنت واحد من الناس فاكرينها ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سيدنا معاذ أفتانون أنت يا معاذ بلاش تتعاملوا مع أولادكم على أن ربنا متربص بهم وانتوا فاكرين كده أن انتوا بتولدوا فيهم الالتزام والحرص على الدين مش هينفع معهم ده هم هيدخلوا على الدين على أن هم بيتعاملوا مع حبيبهم يبقى فيه حاجة مهمة بقى والحاجة الثالثة دي يا سادة أن احنا جايين مش عشان نحافظ أولادنا مش أن هم لو أن ما فعلوش التصور لنا عن الالتزام أو عن الإقبال على الله يبقى احنا لازم نجبرهم على ده لأنه ايه اللي هيحصل الدين هيضيع أرجوكم ما تحاولوش تحافظوا على الدين فيبقى أولادكم ولا الدين وما حدش يقول لنفسه ينفع أننا أنا وبقوم بالتربية وبرب أولادي وبحافظ على الدين يجوا أولاده يضيعوه بلاش الطريقة دي ما ينفعش ما ينفعش تقوله كده ما ينفعش ولد يبقى أنت مسؤول عنه وتقوله أنا ربنا هيحسبني عنك فأنا لو ربنا هيحسبني عنك أنا مش مستعد أدخل النار على شانك هو خلاص فهم كده إن إيه اللي حصل إن أنت هو ملوش قيمة عندك فلازم نفهمه بشكل واضح إنه هو محل النظر الله سبحانه وتعالى وإن ربنا مش بيرقبه عشان يتربص به ده ربنا بيحبه و بيرزقه فهو دايما في محل النظر الله سبحانه وتعالى مهم كمان أنا ليه بقول كده إن شكوة الأبياء والأمهات والمدرسين اللي بيشتكو لي من إن هم في جيل زد مش عارفين يتعاملوا معاه إحنا بنحط قواعد أول التعامل معاه إذا كنا إحنا عايزين نحل المشكلة بس إحنا نفسنا يبدو إن إحنا عايزين نتأهل على المداخل اللي أنا بقولها دي ومهم جدا قاعدة الرابعة مهم جدا وإحنا بنربي أولادنا نعلمه الفرق ما بين الفعل والفاعل يعني إيه؟ يعني مثلا أقول له يلا حبيبي حاول تبقى صادق طب وإذا وقعه هو في الكذب أقول له إيه؟ معلش أنت ده مقتدر محاولة اللي أنت هتحاول وممكن تغلط فهو لو قال لي يعني أنت مش زعلان مني هقول له لا أنا مش زعلان منك أنا صحيح ما بحبش الكذب لكن أنا بحبك يعني إيه؟ يعني إيه؟ أنا وهو عنيبقى ضد الكذب مش أنا ضده أنا وهو ضد الكذب مش أنا ضده فهو إيه اللي يحصل؟ لما يعرف أن أنا بحبه ويعرف أن أنا داعم ليه ويتشل حاجز نفسي بيني وبينه وكمان يتحط حاجز نفسه بينه وبين الخطأ ومرة مع مرة همته تزيد ومرة مع مرة يترك الخطأ ده ومرة مع مرة يحس أن ربنا سبحانه وتعالى معاه فيتخلص من هذا الخطأ اوأوا توصلوا أولادكم لحد الاستبياع عارفين الاستبياع يعني إيه؟ طب خلاص إذا كنت أنا خلاص بقيت مزنب وأزنابت وخلاص وما فيش فائدة وأنا إنسان مش كويس خلاص ملكمش دعوة بيا أنا خلاص بقيت إنسان وحش وإنسان مش كويس سيبوك ملكمش دعوة بيا هو فقط السقة خلاص هقول لكم ملكمش دعوة بيا وملكمش دعوة أنا بقى أحل المشكلة بيني وبين ربنا لو عايزين نربي أولادنا على الاتزان فلازم نربيه على إنه مش ملك هم الأولاد ما بيحبوش ده فكرة إن أنا كنت فكرة إن الأب يجي يقول لي ابنه أنا كنت الأول على المدرسة خلاص أنا عمري ما غلطت في بابايا أنا عمري ما عملت كذا أنا عمري ما عملت كذا ما بقيتش خلاص تربي الأولاد هم عايزين حد طبيعي حد إنسان يحسوا بيتعلموا من أشخاص اللي زيهم بيتعلموا من أشخاص اللي زيهم